موسيقى رياضة من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم حل وفد المتخب الجزائري ظاهرة اليوم بتونس تحسبا لخوض مباراة الجولة الرابعة من تصفية كاس أمام إفريقيا 2023 أمام النيجر وكان على سبعتة الخضر رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف ويسعى الخضر لتحقيق رابع انتصار على التولي في التصفيات وترسيم التأهل إلى الكان في صدارة المجموعة السادسة قرر مدرب المنتخب البلجيكي دومينيكو تيديسكو استبعاد الحارس الأساسي تيبو كورتوا قبل ودية ألمانيا المقررة يوم الثلاثاء وكان الاتحاد البلجيكي قد أعلن اليوم إصابة حارس ريال مادريد واستحالة خوضه المباراة الودية مع الشيطين الحمر قرر الطاقم الفني للمتخب البلجيكي يأتي بهدف إراحة الحارس الذي سيخضع للفحوصات فور عبدته إلى مادريد لتأكد من مدى خطورة إصابته خاصة في ظل الشكوك التي تحوم حول إمكانية غيابه عن مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في كأس الملك يوم الخامس أفريل المقبل كرمة الاتحادية الأرجنطينية لأكورة القدم نجم المنتخب الأول يونال ميسي بطريقة خاصة حيث دشنت الاتحادية المبنى الجديد الخاص بتدريبات المنتخب الطانجو وأطلق اسم ليونال ميسي على الفندق أو أطلق اسم ليونال ميسي على الفندق الخاص باللاعبين في منطقة إزيزة وبعد هذا التكريم قال أحسن لعب في العالم إنه جد سعيد بهذه اللفتة عقدت اللجنة الأولمبية الجزائرية جمعيتها العامة في أحد الفنادق بالجزائر العاصمة الجمعية العامة جرت في ظروف جيدة بحضور وزير الشباب وريضة الجديد عبد الرحمن حماد وشهدت أشغال الجمعية العامة المسادقة بالإجماع على التقريرين المالي والأدبي في التنس تأهل دانيال ميدفيداف المصنف خامسا في الترتيب العالمي إلى ثالث أدوار بطولة ميامي للتنس ذات الألف نقطة بعد تغلبه على الإسباني روبرتو كارباييس إذ تمكن الروسي من حسم المواجهة بسهولة بمجموعتين نظيفتين تفاصيلهما ستة واحد وستة اثنان كما أطاح الكندي فليكس أوجي ألياسيم المصنف سادسا عالميا بالبرازيلي تياغو مونتيرو بمجموعتين دون رد تفاصيلهما سبعة ستة وسبعة ستة ولدى السيدات أهلة الأمريكية جيسيكا بيغولا بسهولة إلى ثمن النهائي بعد إطاحتها بمواطنتها دانيال كولينز بواقع مجموعتين نظيفتين تفاصيلهما ستة واحد وسبعة ستة في ساعة وسبعة وعشرين دقيقة وضربت بيغولا موعدا مع البولندية ماجدا لينيت التي أطاحت بالبيلاروسية فيكتوريا أزارينكا بواقع سبعة ستة واثنان ستة وستة أربعة كما ودعت الأمريكية كوكو جوف المصنف سادسة عالميا بطولة ميامي على يد الروسية أنستازيا بوتا بوفا بعد خسارتها بمجموعتين لواحدة تفاصيلها ستة سبعة وسبعة خمسة وستة اثنان فاز الكولومبي كاميلو سانتشاز بسباق المكسيك لدرجات الهوائية الذي أجري في مدينة غواناخواتو سانتشاز فاز بسباق في زمن قدره دقيقة واحدة وخمسة وخمسين ثانية وستة وسبعون جزءا من المئة متغلبا على جاكسون كولدستون الذي حل ثانيا بزمن قدره دقيقة واحدة وسبعة وخمسين ثانية وثمانية وتسعين جزءا من المئة بينما حل فيليبي أغورتو في المركز الثالث بفارق تانيتين وخمسة وثمانين جزءا من المئة عن الفائز بعد أن نصل إلى ختم الموعدة رياضي للمزيد من الأخبار تابعونا عبر مختلف منصات قناة الجزائر الدولية الطاهرة أسفل الشاشة شكرا المتابعة السلام عليكم